مصدر مجلس الوزراء القرارات التالية أولا الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية بيلاروسيا في المجال القضائي والقانوني ثانيا التباحث مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة في شأن مشروع اتفاقية للتعاون الاستراتيجي ثالثا التوقيع على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربية الذي وافق عليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعات الدول العربية ومجلس جامعات الدول العربية رابعا الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والطروة المعدنية في المملكة ووزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة للتعاون في مجال الطاقة النظيفة خامسا اعتماد الحساب الختامي لصندوق التنمية الصناعية السعودية عن عام مالي سابق سادسا تعيين الأستاذ فيصل الخميسي والمهندس محمد آل خشيل والمهندس عاصم الجماز أعضاء في مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من القطاع الخاص لمدة ثلاث سنوات سابعا الموافقة على تحويل كليات القصيم الأهلية إلى جامعة أهلية باسم جامعة المستقبل ثامنا الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تاسعا وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشر والرابعة عشر وذلك على النحو التالي واحد ترقية المهندس عبدالله بن محمد العنجري إلى وظيفة مستشار للشؤون الفنية بالمرتبة الخامسة عشر بوزارة الشؤون البلدية والقروية اثنان ترقية المهندس عبدالرحمن بن عبدالله الهدلق إلى وظيفة مستشار تخطيط مدن بالمرتبة الخامسة عشر بوزارة الشؤون البلدية والقروية ثلاثة ترقية حمد بن عبدالله ابو حيمد إلى وظيفة مستشار لشؤون القضايا بالمرتبة الرابعة عشر بوزارة الداخلية أربعة ترقية علي بن عيد الغامدي إلى وظيفة وكيل الامارة المساعد للحقوق بالمرتبة الرابعة عشر بامارة منطقة الباحة خمسة ترقية يحيى بن سعيد مصوي إلى وظيفة مستشار أمني بالمرتبة الرابعة عشر بوزارة الداخلية ستة ترقية عبدالله بن أحمد الشيخ إلى وظيفة مدير عام مكتب وزير الدولة بالمرتبة الرابعة عشر بالأمنة العامة لمجلس الوزراء هذا وقد اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعمال وقد حاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رأاه